اشهد اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب مستشار الامن الوطني رئيس المجلس امناء المؤسسة الملكية للاعمال الانسانية بالتجاوب الكبير الذي ابده المواطنون مع الحملة الوطنية في النخير لتمثل اروع صور التعاضد والتلاحم والتكافل في المجتمع البحريني حيث هب الجميع وتستطيعهم وتسابقوا على المشاركة والتبرع للمساهمة في الجهود الوطنية للتصدي لوباء كورونا وقال السمو بان نجاح هذه الحملة جاء تجاوبا مع المبادرات الكبيرة التي اطلقها جلالة الملك المفدى حفظها الله ورعاه لحفظ سلامة مملكة البحرين وجميع من عليها من المواطنين والمقيمين منذ بداية ظهور هذا الوباء حيث وضع صحة المواطنين والمقيمين على رأس الاولويات وأمر بتخصيص ميزانية كبيرة لحماية الإنسان والاقتصاد الوطني من هذا الوباء لتكون البحرين رائدة في التصدي لوباء كورونا على المستوى العالمي جاء ذلك بمناسبة النجاح الذي حققته حملة في النخير في يومها الأول الذي انطلق عبر تلفزيون البحرين مساء أمس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الثانية عشر فجرا وقال سموه بأننا نهدي نجاح هذه الحملة إلى قائد هذا الوطن ورعيه سيد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للاعبال الإنسانية ونتقدم لجلالته بخالص الشكر والتقدير على ما يوليه من اهتمام كبير لحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين ما أكسب مملكة البحرين السمعة الطيبة والإشادة الدولية من منظمة الصحة العالمية بفضل هذه التوجهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه مثمنين الجهود الحثيثة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وما يقوم به فريق البحرين الوطني من جهود جبارة للتصدي لوباء كورونا بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مدس الوزراء والذي يعمل بكل جد لاحتواء ومنع انتشار وباء كورونا كوفيد 19 في المملكة عبر تطبيق كافة المعايير الدولية والإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وأقال سموه لقد أثبت شعب البحرين بأننا جميعا على مستوى المسئولية ونحب الوطن والقيادة الحكيمة لسيدي جلالة الملك راسخ في القلوب متجذر في الوجدان حيث هب الشعب لتلبية نداء الوطن وأثبتنا للعالم بأننا نقف صفا واحدا مع الجهود الوطنية المباركة للتصدي لفيروس كورونا التي يقودها بكل جدار واقتدار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأضاف السموه إننا نذكر بكل فخر مساهمات جميع المواطنين والشركات والبنوك والمؤسسات في هذه الحملة الوطنية ونقدر جميع الأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات وحتى الأطفال الذين سارعوا إلى تلبية نداء الوطن بتقديم الدعم والمساهمة في هذه الحملة الأمر الذي يعقس التلاحم الكبير بين القيادة والشعب ويرسخ العادات الحميدة التي عرف بها أهل البحرين منذ القدم من تعاضد وتعاون ومحبة حتى اشتهروا بذلك وعرفوا به وهذا ليس بجديد أو مستقرب على شعب البحرين فقد رأينا ذلك في العديد من المواقف والمبادرات التي قام بها العديد من المواطنين وكذلك العدد الكبير من المتطوعين الذي بلق عشرات الآلاف وقال السموه كما نود أن نعبر بهذه المناسبة عن خالص اعتزازنا بالجهود الكبيرة والتضحيات الشجاعة التي يقوم بها الكهدر الطبي في هذه الظروف الاستثنائية ما يجعلهم الجنود في الصفوف الأولى في هذه الحرب التي نخوضها ضد هذا الوباء المبادرات المجتمعية التي يقوم بها المواطنون والمتطوعون للتصدي لوباء كورونا كوفيد-19 والتعريف بمخاطره وطرق تجنبه والوقاية منه حيث أن التزام المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين والامتثال للتعليمات والإجراءات الاحترازية الصادرة من فريق البحرين الوطني للتصدي لوباء كورونا والإجراءات الاحترازية هي خط الدفاع الأول للتصدي لهذا الوباء الذي لا يفرق بين عرق أو دين أو أي انتماء فكري أو اجتماعي أو طائفة وهو ما يستوجب تضافر الجهود لمكافحته والتصدي له بما يحفظ صحة وسلامة الجميع وقد أثبتت مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى وحكومتها المقرى ورجالها الأوفياء وشعبها الواعي على ريادتها في هذا الشأن مكررين فخرنا واعتزازنا بجميع المساهمين في هذه الحملة الوطنية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مملكتنا الغالية وقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وشعب البحرين الوفي والبحرين تستحق أن يتكاتف الناس من أجلها وكما سبق أن ذكرت إلى أن المسألة ليست مادية بقدر ما هي وقفة ومواطنة ورد للجميل للبلد المعطاء من جهته تقدم الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بخالص الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على رعايته وتوجيهاته في دعم المحتاجين على مختلف فئاتهم ومواقعهم مثمنان الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد للتصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على مبادرته الكريمة بإطلاق هذه الحملة الوطنية وتحفيزه للجميع من خلال مساهمته الكريمة كما تقدم الدكتور مصطفى السيد بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المساهمين في هذه الحملة مؤكدا أنها مستمرة ومنتظمة إلى ما بعد شهر رمضان المبارك وأن المجال لا يزال مفتوحا أهم الجميع لشرف المشاركة في هذه الحملة المباركة قد تم ترتيب عملية المساهمة لتكون سهلة وميسرة سواء كانت مادية أو عينية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر